بعد كل الحب والرومانسية اللي كانت بتعملها ندى الكامل وأحقر الفشاوي قدام الناس في المهرجانات وعلى الانستجرام الست انفصلت عنه ودلوقتي بقى ارتبطت بشاب جديد وقفلت صفحة الفشاوي دي خالص بس يا ترى بقى مين المحظوظ اللي قدر يوقع ندى الكامل ويخليها تحبه وهل هنرجعتاني نشوف نفس الحركات اللي كانت بتعملها مع الفشاوي ولا هتفاجئنا بقي تاني من كم ساعة الناس ما لهاش سيرة اللي ارتباط ندى الكامل والشاب الجديد اللي ظهرت معاه وبتعلن على الانستجرام ارتباطها وانها عيشة حالة حبه ومبسوطة معاه جدا وخلاص قررت تقول للناس الحقيقة بسبب كل الاشعاية اللي كدت لعليها الفترة اللي فاتت مرة مع عمر كنال مرة مع الثري العربي طب مين بقى الشاب دا اللي قدر يوقع ندى الكامل في حبه حبيبنا دا الكامل الجديد اسمه احمد خالد وهو ممثل بس لسه جديد شويتين وبيحاول يلاقي لنفسه مكان في الوسط الفني اشتغل مع الفنان محمد رجب في مسلسل الونش وكمان ظهر في فيلم ماستر اكس مع احمد فهمي وهنا الزهد احمد خالد مصري بس معاه الجنسية السويسرية وسنه 30 سنة لكن ندى الكامل اكبر منه بسنتين تقريبا لكن هي مش بيفرق معها السن وما فكرتش في اي حاجة غير انها تكون مبسوطة وتلاقي الراجل اللي يحبها كمان هو متفاعل جدا على السوشيل ميديا وبينشر كل يوم صورة على الانستجرام ويكتب لين عليها كلمتين والغريب ان اخر صورة نشرها كتب عليها انا كفاية ندى اعلنت بس ارتبطها وقصة الحب الجديدة اللي عايشاها لكن ما جابتش سيرة لخطوبة ولا جواز ومش عارفين القصة دي جدية فعلا ولا شوية تصوروا فيديوهات عشان اللي التانية يرجعوا تريند زي ما بيعمل المشاهير كتبت ندى لحبيبها الجديد اخترتك علشان اكون سعيدة وكمان ردت على سؤال حد من متابعينها وقالت قلبي تخطفوا مبسوطة بس واضح ان ندى مبسوطة وبتحاول تعوض اللي فاتها ونشرت صور كتير مع حبيبها الجديد ومنهم صوروا هم في اجست السيف ووراهم البحر ومعروف عن ندى الكامل انها جريئة في لبسها وبتستغل دا دايما في اي صورة بتنشرها وطبعا الصورة بتلف في السوشيل ميديا كلها فهل بقى حبيبها الجديد دا موافقة عالكلام دا ولا هيقدر يخليها تغير من اللي كانت بتعمله وطريقة لبسها بس بصراحة دا مش واضح خالص لان صورهم مع بعض مش بتقول كده لان الصورة اللي ظهرت فيها معاي لسه فيها جزء من الجراءة زي الطب المكشوف وهي ندى كده بتعشق قصرت الجدل ولسه بأيام هنشوف علاقتها الجديدة مع احمد خالد ندى الفترة اللي فاتت طلع عليها اشعاعات انها مرتبطة بعمر كمال عشان كانت بتنشر صور كتير معاه ومرة كتبت عنه وقالت انا بحب تيبت قلبك وانسانيتك يا عمر واللي بتقدمه للمجتمع واتمنى كل انسان يعمل زيك لانك انسان عظيم وانا بحبك وان بعدها الناس معتقدة ان في حاجة ما بينهم وعمر كمال خاف من كتر اللي بيتقال عنه وتلعى رده ونفع لقته بنادى كامل وقال ندى انسانة كويسة ومحترمة جدا واحنا صحاب لو في مشروع جواز بيني او بين اي حد انا هقول للناس كلها تعالوا شرفوني بفرحي انا هقول للناس كلها تعالوا شرفوني بفرحي ندى حياتها مليانة اسرار وتفاصيل كل ما تظهر مع حد يتقال انها مرتبطة بي وما حدش كان يعرفها الا لما ظهرت مع احمد الفشاوي وعملوا كل الشرور اللي شفناه خلال فترة جوازهم وهو كان مبسوط بيتباها بمراته وبلبسها الجريء وناس كتير كانت بتنتقد الفشاوي بسبب انه سايب مراته كده بعد ما انفصلوا اتقال انها وقع على ساري عربي لكن مع الوقت ما شفناش لا ارتباط ولا جواز بتا عمر كمال ما حدش يعرف فعلا كانوا مرتبطين ولا هم صحاب بس يا طرى بقى ندى الكامل هتكمل مع حبيبها الجديد الاصغر منها وهيتجوزوا ولا مجرد محاولة لركوب الترند